دكتورة دليل الكرداني أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا وقاطعاً في البداية لازم نقول مبروك على جائزة الدولة التقديرية هذه السنة في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعي أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بكي هو يعني الحقيقة سؤال تقليدي بس يعني حسأل ما وقع هذه الجائزة عليك يعني أكتر من ممتنة الحقيقة سعيدة جداً جداً لأنها أولاً لأن جامعة القاهرة هي اللي رشحت ودي جامعتي وحسن لما يجي لك التقدير من ناس اشتغلتي معهم طول حياتك ومجد وإخلاص وكذا فطبعاً ده حاجة جميلة جداً وكانت المفاجأة الأكبر والأعظم بقى أن أنا فعلاً يعني أنا قلت خلص الحمد لله الجامعة اعترفت بمجهودي فالحمد لله حلوة كده فالمفاجأة الأكبر لما فزت بالجائزة بقى في المجلس الأعلى للثقافة صحيح فطبعاً كانت الفرحة عامة يعني جداً ألف مبروك تاني بسأل حضرتك على فكرة التصميم العمراني كلمة التصميم العمراني ماذا تعني؟ التصميم العمراني من أهم الحاجات وهو ده اللي بيخلي فيه شخصية للمدن وشخصية للأحياء آه العمارة مهمة لأنها على المستوى المصغر بتحقق للإنسان الراحة الحرارية والراحة في الاستعمالات والراحة الجمالية وكذا لكن التصميم العمراني هو اللي بيخلق مجتمع وجود المباني جنب بعضها تصميم الشوارع تصميم الميادين مهم جدا وتقدر يتحسي بيه على طول في المدن بتاعتنا يعني مثلا نمسك حي حد يعني يعتبر حديث شوية اللي هو حي مصر الجديدة لأنه تصمم بشكل معين وبهوية معينة فالحد النهاردة لوميزات خاصة والتصميم العمراني ده مش بيشمل بس المباني لكن بيشمل الطرق التشجير الحدائق الميادين الأعمال الفنية كل الكلام